في السياق ذاته أعلنت وزيرة الصحة والسكان هلزايد إصدار شهادات التطعيم باللقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع مجانا لجميع الطلاب والعملين بالجامعات المصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمية وأدعت وزيرة الصحة الطلاب والعملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا جاء ذلك خلال تفاقد هلزايد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعملين بالجامع لقاح فيروس كورونا